أستاذ إبراهيم ما يحدث من حديث عن أن نادي بعينه دي أول مرة أشوف هذه الخروقات على الهوى كده ولحد يعني بيستوقفوا أنه بيعمل كارثة مش كارثة للنادي بيعمل كارثة في خرق النظام الدولي أنك تتحدث أن في نادي يبتدى يركز ياخد منك لعبة متعقدة لمدة سنوات كل الأسماء اللي بيقولها هي لعبة معندها شروط جزائية متعقدة لأكثر من عمين يجي يتحدث الآن في ظل احتقان يعني الكابتن رمضان صبحي لا عقد انتهى موجود في هيدرسفيل وضع مختلف لكن أنت تتحدث أن المدرب حتى المدرب بتاعك بيفوضوه يعني أنت بتوجه رسالة لأعمال تتكى على جمهور الله ما هو الهدف من هذا الأمر حاجة من اتنين يا كلام ده صح يا كلام ده مجرد شائعة لمجرد شائعة يبقى احنا تدنينا جدا تدنينا جدا وتخلينا عن مسؤوليتنا ولذلك أنا بقولك الأهلي له فلسفة يعني الأهلي فلسفته أنك بناء المواطن الصالح لكن فلسفة هذا الأداء لا ده الشحن واستصارة ما يدفع الكراهية ويعمق الكراهية طيب لو كلام ده صح لا لو كلام ده صح بقى خرجنا من التدني إلى ما هو الجريمة جريمة خرق النظام العام ولواقع الاتحاد الدولي وتنظيم كرة القدم التي لا ينبغي أن يقف أزائها من يمثلون الكرة المصرية في اتحاد الكرة أو في لجنة الاتحاد أنهم ما يقولش أن الجماعة كرت أصفر للجميع ليه الجميع؟ خلي بالكم اللي أنت بتقوله ده ممكن تتحسبوا عليه ممكن يتحسبوا عليه لكن كمان الرأي العنبي حاسب